المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا يعقد الجمعة اجتماعاً تحت لئاسة رئيسه محمد ماء العينين وليه وذلك لمناقشة نقاط بينها الحالة السياسية العامة في البلاد والإعداد للموسم السياسي 2023-2024 بالإضافة إلى عرض الخطة المحينة لإصلاح الحزب ووفق البيان التفصيلي الذي نشره الحزب فقد بدأ الاجتماع بعرض قدمه رئيس الحزب شميلة مختلفة للإشطة التي قام بها الحزب منوهاً بزيارة الرئيس محمد الشيخ الغزواني الأخير للصين والتي أسفرت عن إعفاء جزء هام من ديون الحكومة الموريتانية المستحقة للحكومة الصينية كما نوها بمشاركته في قمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا واللي استعرض كذلك لنشطة المخلدة لذكر الرابع لتنصيب رئيس البلاد مشيداً بالزيارة الأخيرة التي أدىها لمحطة ضخ المياه من نهل السنغال ومحطة معالجة المياه في عشر واصفاً إياها بالمهمة باعتبارها تعكس المتابعة الصالمة لهموم المواطنين والحرص على إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لمشاكلهم وفق تعبيل وفي نهاية مداخلته تطلق الليه للخطة المحينة لإصلاح الحزب ليتمكن من النهوض بعمله السياسي والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروع السياسي والاجتماعي لرئيس وناقش المكتب التنفيذي خلال اجتماع نتائج لقاءات رئيس الحزب مع اللجان الشبابية والنسائية للحزب ورؤساء المجالس الجهوية والفريق البرلماني مؤكداً أنها كانت فرصة للحث على ضرورة القرب من المواطنين كما تابع المكتب عرضاً قدمه نائب رئيس الحزب حول اتفاق الشراكة السياسية بين حزب الإنصاف وحزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية ليخرج الاجتماع بعدة نقاط من ضمنها اعتماد الخطة المحينة للجنة إصلاح الحزب وتشكيل لجنة للتحضير الجيد للموسم السياسي القدم ويأتي نقاط الاجتماع في ظل ما يصفه البعض بالظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين خاصة مع الانقطاعات المتكرلة للماء والكهرباء وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى غياب صرف صحي في أغلب المدن التي عرفت ساقطات مطرية كبيرة